أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجه النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حتيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوتى على الله وتفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أسواجكم الله تظاهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل قدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أفضعتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله وخورا رحيما أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخرنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن موح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخرنا منهم ميثاقا قليلا ليسأل السراضطين عن صدقهم وأعد من كافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءتكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتغنون بالله الغنون هناك بطليا المؤمنون وزلسلوا سلسالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يفرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذر فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة من يريدون إلا فرارا ولو دعلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفقنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل إن ينفعكم اعفضار إن فررتم من الموت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصركم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعبقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيته ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقلكم بألسنة حداد أشحة على الخيل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة لما كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال يصدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم ما قرى نحبه ومنهم من ينقضي وما بدلوا تبدلنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قبيا عزيزا وأنزل الذين غواهروا من أهل الكتاب من صياصقهم وقذب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأقوى لم تقعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وسينتها فتعالين أمتعكن ووسرحكن صراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأدنكم بفاحشة مبينة يضعفها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلق منكم لله ورسوله وتعمل صالحا مؤتها أجرها مرتين وأعقدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخوعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى واقلنا الصلاة وآتينا الزكاة واقعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إنما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضوا الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظلوا غلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسئ عليك سوجك واتق الله وتفي في نفسك من الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قوى زين منها وقرا سوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أسواج أدعيائهم إذا قووا منه من مطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان علا من نبي من حرج فيما فروا الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبرعون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وأصرينا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تتعي الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوتل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحررنا لك أسوادك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التيها جر معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنتحا خالصا لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فضغنا عليهم في أسوادهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله أخورا رحيما لإن ترجي من تشاء منهن وتؤري إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنا أن تقرأ أعجنهم ولا يحزنس ويروين بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أسواد ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وطيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُلُوتًا بِهِ إِلَّا أَنْ يُقْذَنَ لَكُنْ إِلَا قُعَامٍ غَيْرَنَا قُلِينَ إِلَا أَنْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَإِذَا قُعِنتُمْ فَانْتَشِرُوا وَنَا مُسْتَحْنِسِينَ بِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا ذَلِكُمْ أَقْوَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبُدُوا شَيْئًا أَوْ تُبْحُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا دناح عليهم في آبائهم ولا أبلائهم ولا إخوانهم ولا أبلاء إخوانهم ولا أبلاء أخواتهم ولا نسائهم ولا معروهم ملكة أيمانهن مدقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصدرون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي كل أسوادك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله أخورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوهم والمرجفون في المدينة لنغرين لك بهم ثم لا يجاعلونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخبوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعدت لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يا ديتنا أقعنا الله وأقعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أقعنا سادتنا إنا أقعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل ربنا لا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوسا عظيما إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان الظلاما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم